شركات مجموعة من القنوات التلفزيونية ومن يمثلوها دكتور سيد بدوي السيد محمد الأمين علاء الكحكي قاموا بإنشاء شركة مساهمة مصرية ستقوم بالحصول على حق الامتياز الإعلاني لقنوات الحياة خلفا لشركة سي ميديا المملوكة لرجل أعمال اللبناني الأصل شويري ومقره الرئيسي طبعا في دبي زي ما أنتم عارفين شويري كان يسيطر على إعلانات حق امتياز إعلانات الحياة وم بي سي مصر في نفس الوقت قامت شبكة تلفزيون الحياة بالأمس بفسخ تعاقدها مع شويري لأسباب طبعا تخصهم وقام هذا التحالف بين الثلاث محطات أو شركات الإعلانية الحية يعني أسيد وليد العزوي أسيد علاء الكحكي أسيد دكتور سيد بدوي هنا بتمثله ابنته ابنة الدكتور سيد البدوي وبالتالي قاموا بشركة مساهمة للحصول على امتياز إعلانات قناة الحياة معلومة بس صغيرة هي أن حجم سوق الإعلانات في مصر يبلغ 52 مليون دولار بينما حجم سوق الإعلانات في منطقة الخليج يبلغ مليار و 200 مليون دولار يشعر أصحاب هذه الشركات أن السوق المصري بتسعين مليون مواطن بكل هذه الشركات هو سوق صغير جدا فالهدف كما قيل لي أو كما استمعت من السادة الأفاضل اللي عاموا بهذه الشركة الهدف هو واحد إنقاذ صناعة الإعلان المصرية إنقاذ القنوات من محاولة البعض احتكارها وكان فيه طبعا محاولة من أو هم ألولين كان فيه محاولة من أسيد شويري باحتكار الإعلانات عن طريق أنه يكون محتكر لإعلانات محطتين كبار اللي هم MBC مصر والحياة فكان الهدف هو كسر هذا الاحتكار وتوسيع السوق المصري وكعكة الإعلانات في السوق المصري اللي حجمه 52 مليون دولار ويعتقدون أن الحجم ده ضئيل جدا مقارنة بحجم منطقة الخليج أو منطقة الشرق الأوسط كلها